كابتال رحمد عايز سألك على بيراميدز بيراميدز السنة دي عشان بقامين خلى للمسابقة طعم عشان لو بيراميدز ما كانش في المنافسة كانت الحياة خلصت من بدر في الدورة كله يعني بس امتى بيراميدز يبقى قادر حقيقي انه يفوز ببطولة حتى هزي اللحظة بيراميدز مش قادر يعمل ده يعني قولا واحدا لما يكون عنده جماهير جماهير حقيقة يعني ايه جماهير حقيقة؟ جماهير جماهير بتشجع النادي بتحب النادي مؤسرة في النادي في أسناء تضغط اللعيبة وتفرح معهم يعني بيراميدز خلق منافسة السنة دي تمام كده؟ صح يمكن لو لا بيراميدز السنة دي كنا قلنا لآن الاهل يواخد الدوري من الدور الأولاني صحية طيب انت وانت بتفرج على يعني فرقة بتنافست لآخر رمق زي ما بيقولوا وانت مع المنافس المباشر بتاعك مطشين في أسبوع انت عجبك شكل بيراميدز في المطشين؟ لا مش دي فرقة انا حسênciaأن المطش دة مطش عادي في الدوري مش مطش على لقب متش اتنين بينیفسوا بعد على اللقب خاصة بيراميدز يعني الاهل بينافس وبراميدز يباق اه اعني انا حسنت الاهل يبيلعب عشان بطولة الدوري وبراميدز بيلعب مباراها عادية جدا مش حاسس داخل الملعب مش حاسس إن دي فرقة بتلعب علشان بطولة الدوري او لقب واقول لقب في تاريخه لا 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 الجرينتا اللي عندهم ده ما كانش موجود انا ما شفتوش يعني اهوا عندهم عناصر كويسة وفرقة كويسة ومشين بشكل كويس وهيلين وعملين كل حاجة في الكرة ولكن مطشين الاهلي انا ما حسش ان دي فرقة بتنافس على لقب من خلال داخل الملعب اللي هو الشراسة الضغط الاستحواز على الكرة ان انا عندي رغبة عنيفة وتصميم على الفوز ده انا ما حستوش انا كمتفرج وكنت لعب ومدرب ده ما حستوش تاني حاجة الجماهير الجماهير لما تكون موجودة في المعلقة الناد الاهلي لما لما بيرامز تعادل وتقدم شفت جميلة كيف تعمل ايه ما بتسكوتش جميلة بتسكوتش زق الفرقة القدام واللاعب نفسه عامل حساب الجماهير جميلة تيجي في المدرج تشجعه وراه في المطشات وهو عامل اعاوز اكسب عشاني المهور يفرح معايا يفرح معايا ولو خسرت هيزعله مني فعامل مؤثر جدا جدا طب بيرامز ما عندوش العامل ده فهو فاقد فاقد نسبة كبيرة جدا جدا من وسائل الدعم الكبيرة جدا لأ ايه فرق رضي يعني مهما ان يبقى عنده لعبة كويسة مهما يبقى عنده جاس فني كويس بيرامز هيبقى عنده صعوبة في الفوز ممكن حقق ممكن حقق يعني كونت فضل ممكن حقق بطوله ولكن مش هيفضل طول الوقت الفرقة اللي بتنفس على اللقاء صحيح